بإشارات بعيدة من دون تلويح ولا واضحة يهدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي باتخاذ موقف جدي من المشاركة في العملية السياسية في إشارة بعيدة تعني كما يريد هو إعادة تفكير العرب السنة الجدي بالعملية السياسية تلويح الحلبوسي جاء إثر عودة شخصيات ورموز سنية كانت غائبة عن المشهد السياسي لعقد من الزمان لأسباب قضائية وعلى رأسهم وزير المال السابق رافع العيساوي وأمير قبائل الدليم علي حاتم السليمان يتهم الحلبوسي خصوم سياسيين وفصائل عراقية بتأمين عودة هؤلاء وبتسوية ملفاتهم وبتأمين الحماية والغطاء لهم ما يعني زعزعة قاعدة حزب تقدم الذي يترأسه واستهداف خياراته السياسية لم يوضح الحلبوسي ما يريد ولم يسأله خصومه عما يقصده ولم ينل تهديده بمراجعة موقفه بالمشاركة بالعملية السياسية دعوات أو تساؤلات من قيادات الصف الأول أو زعماء الأحزاب وضع الحلبوسي العنب السني كله في سلة التحالف الثلاثي التطورات المتسارعة كلها حصلت في فترة الانتظار وفترة الانتظار في العادة مقلقة ومتوترة خصوصا في بلد كالعراق فبينما كان التحالف الثلاثي قد وضع مهلة أربعين يوما حددها زعيم التيار الصدري لقوى الإطار وحلفائهم كاختبار يقلقهم في أن ينجحوا بتشكيل تحالف وازن يشكل الحكومة ويحدد رئيسها ارتدت الكرة عاد العساوي أو السليمان أو أعيدا فذلك بحث آخر قد يحسمه القضاء وأن لم يكن قد حسم جل ما يتصل بهذا الملف لكن الحقيقة أن تحالف السيادة كجزء من التحالف الثلاثي في تحدي حقيقي يفرض عليه إعادة حسابته عبدالله بدران بغداد الميادين موسيقى 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 موسيقى